مساء الخير ونرجع معكم تنكفي فقرات برنامج الجسر الفقرة التالية هي مع الاستاذة ليلى الحسيني واستاذة ليلى هي أعلمية أمريكية من أصل سوري عملت بمجال الصحافة المسموعة والمقرؤة والمرئية لأكثر من 15 عام هي حاصلة على لسانس بالأدب الإنجليزي وديبلوم الصحافة من الولايات المتحدة أنشأت إذاعة صوت العرب من أمريكا واللي من خلالها بتتواصل مع العرب الأمريكيين بعدة وليات بتقدم عدد من البرامج اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتنوعة استطاعت من خلال مشوارة الإعلامي فتح نافذة صحفية متميزة بتربط بين الصحفيين الأمريكيين من أصل العربي والإعلاميين العرب بالشرق الأوسط مساء الخير استاذ ليلى مساء الخير ريتا ومساء الخير لمشاهدي قناة الـ ART وتحديدا برنامج جسور الذي يربط بين العرب الأمريكان في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مساء الخير لألكم السؤال الأول ست ليلى هو سؤال بديهي بظل التغاء الإعلام الذي يشويه صورة العرب وبظل الشرزم الموجودة أصلا بالعالم العربي كيف هالصحفيين العرب اللي عايشين بأمريكا بظل أيضا نقص الإنداد المادة ممكن أن يرفعوا أو يغيروا صورة العرب طبعا هلأ أنت لخصت المشكلة تماما قلتي أنه في كوادر صحفية متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية أنا على تواصل مع معظم الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية للأسف مثل ما قلتي هي المشكلة الأساسية إذا حبينا نحكي عن معوقات أنه الإعلام العربي الأمريكي تحديدا ياخد مجال أو أفق من خلاله منستطيع أن نغير واقع النظرة النمطية لدى المجتمع الأمريكي عن بعض الأمور في شرق الأوسط ولا يعني مفاهيم المغلوطة عموما أهم معوق أنا بقوله أو عائق هو موضوع التمويل كما شارتي ريتا التمويل هو مشكلة أساسية بتواجه أي صحفي بسبب بسيط كتير لألك هو عدم وجود مؤسسة صحفية من خلاله ممكن أن يعمل هؤلاء الصحفيين ممكن من خلاله أنه يتم إنشاء محطات إذاعية أنا ما بشوف مانع أبدا ليه ما عنا محطة إذاعية 24 hours بتواصل مع كل العرب بكل أنحاء أمريكا ليه ما عنا تلفزيونها محلية مثلا من خلاله ممكن يعمل مراسلين ممكن أنه يرفضوا يكونوا رافض ممتاز ليه يقدموا معلومة نحنا بتعرفي ريتا نحنا في عصر الإعلام صناعة الإعلام هي صناعة صناعة في وقتنا الحالي يعني هي صناعة مثل أي صناعة تانية كوادرة هي التقنية بتتواصل مع المجتمع تقدر تأثر في ثقافته المجتمع تقدر تأثر في حضارته تتأثر فيه اقتصاديا سياسيا فكريا اجتماعيا طيب أهم العوائق اللي بتواجهها الكوادرة أنه أنت بدك قيمة رافدة اقتصادية لحتى من خلاله تقدري أنك تنجي على أي عمل تلفزيوني إذاعي بده كادر هذا الكادر البشري بده يكون فيه مادة تصنده حتى يقدر ينتج يعني بتاعتقد حضرتك أنه المشكلة هي بس النقص المادي تب شو بالنسبة لكتير أشخاص ممكن يطرحوا فكرة أنه فيه دخلاء على الإعلام العربي بنرجع للمادة كمان نحن مشكلتنا في أمريكا اللي يمتلك المادة يمتلك هوا يعني فيكي أنت تشتري ساعة هوا تتواصلي مع أحد الإباعات تدفعي وتقدري أنك تطلعي على الهوا عادي كأنك إليك عم بتمارسي الإعلام سنوات وسنوات للأسف الدخلاء على الإعلام يمتلكون المادة يعني المهانيين من الصعب عليهم أن يكون لهم مدخول ولذلك هن بالضل ما في إليهم فرصة مهيئة للعمل وبرجع بإليك الغياب المؤسساتي العمل المؤسساتي أهم عائق في وجه تطور الإعلام طيب شخصيا أستاذي ليلى شو هي التحديات اللي بتواجيك على المستوى الشخصي؟ شوفي بإليك عن تجربتي الخاصة حقيقة أنا مثل ما قلتلك قبل ما نطلع هوا بحب ركز على السلبيات وعلى الإيجابيات في تجارب ناجحة على مستوى شخصي ما في تجارب جماعية للأسف أنه نحن منتمنى كإعلاميين عرب أنه يكون لنا تعاون لحتى يكون فيه نجاح متكامل هذا جزء من المشكلة اللي حضرتك طرحتها لكن من خلال صوت العرب من أمريكا حبيت أنه اشتغل مع زملاء لقلي كتيم قد كادر عمل واحد ما كتير بيهمني اسم ليلى الحسيني قد ما بيهمني نجاح اسم صوت العرب من أمريكا تواصله حضوره تواجده على الساحة منافس بقدر المستطاع بقدر الإمكانيات المتاحة مثل ما قلتي مع ضعف التمويل ولكن نتلافاه بوجود داعمين متفاهمين لأهمية الإعلام بشكل عام بقلك من تجربة الشخصية في أحدث دراسة صدرت عن معهد بيو للدراسات الاستراتيجية صنفوا برنامجنا على أكثر حضوراً تواصلاً ووجوداً على سحلة الأعلام العربية الأمريكية مع إشارتهم إلى الضعف العام في وسائل الأعلام العربية الأخرى هذا بيقلك أنه أنت تستطيعين النجاح ولكن يجب أن تمتلكي التصميم الإرادة تفكري خارج نطاق الأنا يعني أنا كاسم ليلة حسيني وهذا الشيء كثير صعب أنا بنسبة لي للعرب أحامة لأنه الكولتشر والسقافة تبعنا بطريقة من الطرق منا معلمتنا إلا الأنا يعني أنا أوقات بقارن باللغة العربية عالطول بتقولي أنا و أنا و باللغات الأجنبية بقولوا و وأنا يعني الشخص بيرجعوا الأنا بتكون بالمرتب التاني ولكن استاذي ليلى حضرتك عم بتقوم بعمل جيد جداً بأمريكا ولكن بالبداية ذكرنا أنه في تواصل ما بين العرب الأمريكيين الصحافة العربية الأمريكية والصحافة بالشرق الأوسط كيف بتجسديننا وتشرحيننا هالتواصل؟ كمان من خلال تجربتي الخاصة بلشت بساعة إذاعية وحدة طبعاً على مستوى ولاية ماشيغن طورت هالإذاعة بإصرار وتصميم حاولت تواصل مع إعلاميين من داخل الولايات المتحدة الأمريكية زملاء لألي في نفس المهنة حاولنا نعمل أول راديو سايموكاست بين ماشيغن وشيكاغو كتبت عنه الخارجية الأمريكية أنه تجربة فريدة ما كان أول صحفي ناس في الصحافة قاموا بهالتجربة على مستوى أمريكا طبعاً كان عندي هدف وكان عند زميلي نفس الهدف أنه إحنا نقدر نتضامن مع بعض لنوصل صوت أقوى لما بيلتقي الهدف لما بيلتقي الطموح نفسه بتحسي أنه فيه بيصير حالة نجاح طبعاً بعد هالشي صرت تغطي أكتر من ولايب live broadcasting من ماشيغن لواشنطن لشيكاغو لتوليرو وعندي طموح أنه نقدر نوصل صوتنا لأكبر عدد من الولايات المتحدة الأمريكية لنتواصل مع الجاليات في اللغتين في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية أحد مشاكلنا يا ريتا أنه إحنا منخاطب بعض كأعلام عربي هايدي مشكلة أساسية في حاجة أنك أنت تخاطب الشعب الأمريكي وبلغته في مفاهيم خاطب أكتير في نقص طوعية في صور مشوهة بتبثى بعض القنوات الbiased against العرب والمسلمين أين دور الإعلام العربي الأمريكي من ما يجري الآن على صحة الأحداث للأسف دور ضعيف جدا أتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة وأن نتجاوز بعض الصعوبات اللي عمل لقيا برشعلك بسرعة للتواصل مع الشرق الأوسط طبعا بعد ما أعملت مثل ما تقولي شبكة من الإعلاميين اللي بيشتغلوا معنا من أثاتي زي جامعات في مستوى بجامعة ميرلند وغيرها وصحفيين لهم اسمهم طبعا حاولت أنه أتواصل مع صحفيين في الشرق الأوسط زملاء اللي التقت المشن طبعا الأهداف طبعا في معي زملاء من رويترز من الفينانشل تيمز عرب أمريكان طبعا عرب عفهم بيقدموا برامج لألنا منتشارك فيها معلومات مهمة بتهم العرب وبتهم نفس الشرق الأوسط أنه يعرفوا شو عم بيصير عنا وإحنا نعرف شو في مجال استثمار في مجالات الاقتصاد في مجالات السياح في كل مجالات فهيضا التواصل عم يخلق حالة جديدة بتمنى أنه نقدر نطورها إن شاء الله أكثر استاذي ليلى للأشخاص يلي بعد ما بديوا ولكن عم نحكي عن الشباب والصبايا من الجيل العربي يلي بعد ما بديوا ولكن عندهم هالحشرية الصحفية كيف تعطيهم شو هي النصيحة بتواجهيها لإلون طي يغطوا الخطوة الأولى بخطة ثابتة أولا شي بحب أنا ركز على الجيل الجديد اللي طالع أنا بحس أنه الجيل الجديد من الشباب عنده وعي وعنده طموح أنه يكون له دور في العمل السياسي وفي المجتمع الأمريكي على فكرة هذا الجيل غير متثمر بعد نعم إحنا بقلك أنه من تجربتي الخاصة أول مؤتمر للصحافة المهجرية في ولاية ماشيغان عقد من مؤسسة صحفية طبعا أنا كنت رافد لهالمؤسسة هي ناجا National American Journalist Association عملنا تشافتر لألا في ماشيغان وعملنا أول مؤتمر للصحافة العربية والمهجرية في ولاية ماشيغان من خلال هالمؤتمر ريتا حرصت أنه أتواصل مع الجيل العربي الأمريكي استقطبت 300 شاب وصبية حضروا المؤتمر تؤديوكيتهم تقفهم بأهمية الإعلام إذا حابب تكون طبيب إذا حابب تكون مهندس إذا حابب تكون شو ما كنت لازم تعرف تكتب لازم تعرف أنت لما تستضاف في قناة كيف أنك تتكلم كيف تحكي كيف تخاطب الجمهور كيف تحكي مع الجمهور الأمريكي أو الشعب الأمريكي في لغتهم هذه أولوية لازم تكون عننا إحنا نثقف نفسنا فيها قبل للأسف أنا وأنا بيقولك بحكي عن نفسي أول لما أجيت لها البلد حبيت بنتي تكون صيدلانية مع أنه هي كتير كانت حابة أن تكون بالإعلام فوجهتها لمهنة ما هي مهنة متاعب للأسف أنه كلنا نحنا أزنقرب أمريكا عنا هالتفكير أنه بدنا أولادنا ينخرطوا في الطب في الصيدلة في مجال يرتاحوا فيه ماديا ولكن نحن بحاجة لوقف نفكر فيها أنه أيضا لازم نبني جيل يكون له صلة بالحياة السياسية هنا لازم تكون نربي عندهم هالحب حب لإنخراط في الإعلام أستاذي ليلة عم بيدهمنا الوقت ولكن سؤال أخير لحضرتك إذا أعطيت وبكل صراحة جاوبيني إذا أعطيت الخيار الكامل أنك تمارس مهنة الصحافة هل بتمارسيها بالولايات المتحدة أو بترجعي على سوريا وبتمارسيها هناك بغض النظر عن وضع الأمن بكل صراحة أنا بمارسها في الولايات المتحدة الأمريكية سبب بسيط جدا وبصريح جدا مساحة الحرية المعطلة مساحة الحرية اللي أنا هلأ أزا فريلانس المواضيع اللي عم بتطرق له حساسية الموضوع ما في أي صحافي في الوطن العربي ممكن ينقشه ممكن يستضيف ضيوف يغنوا أو يعطوكي وجهة النظر بشكل حيادي تمام غير صحفي ممكن يكون في أمريكا أنا أتمنى أنه أبقى في الولايات المتحدة الأمريكية أتمنى أن من خلال برنامج جسور أنه نوجه عناية متثمرين عرب أن يتثمروا في الميديا أكتر إن بس إن ميديا هي صناعة رابحة جدا يعني مثل أي صناعة وحالة صحفية ليش حاجة جدا شكرا كتير واضح أستاذي ليلى الحسيني نحن من شكرك على وجودك معنا والمعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها ولكن طبعا الوقت بداهم نحن مشاهدينا رح ننتقل مع فاصل أعلاني ومنرجع من كف شكرا ريطا شكرا لكم تحياتي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة